موسيقى العراق والعقوبات على ايران ضغوط امريكية ومصالح متقاطعة مع طهران تونس وجزل المساواة في المرافع بين الجنسين هوية الدولة والمجتمع مجددا الى الواجهة والانرواء تتجاوز ازبتها مؤقتا اضائقة المالية مستمرة بانتظار حلول دائمة انا بكم في العاشرة من قناة المملكة بين واشنطن من جهة وطهران من جهة اخرى تجد بغدادة اليوم نفسها في موقف سياسي يحتاج إلى الكثير من الجهد الدبلوماسي لتجنب المخاسر الموقف في بغداد يبحث عن حل وسط بين الالتزام بالعقوبات الامريكية المفروضة على ايران وبين البصالح العراقية الاقتصادية والسياسية حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين وصل الى نحو 13 مليار دولار سنويا فضلا عن ملايين السياح الايرانيين الذين يزورون العراق سنويا في المحصلة يبدو العراق اليوم امام تقاطع نفوذ ومصالح مع بدي تنفيذ الحزمة الاولى من العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران تتصعد التناقضات العراقية حيال الملف خصوصا مع ما تحظى به طهران من نفوذ داخل العراق العقوبات الامريكية على طهران اثرت سريعا في العراق على الصائدين السياسي والاقتصادي انقسام واضح داخل الحكومة العراقية ابرز ما دلل عليه اختلاف التصريحات الرسمية رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن تأييده لها خصوصا في عدم تحويل الدولار الى ايران بينما رفضها الجعفري في بيان رسمي سابق للخارجية العراقية كذلك عبرت الحركات المولية لايران عن رفضها للعقوبات الامريكية واخرى هددت بكسر هذا الحصار ضغط دولية ومحلية تتقاطع امام حكومة بغداد فالخارجية الامريكية تهدد بفرض عقوبات على العراق في حال عدم التزامها بالعقوبات ضد ايران يتزامن كل ذلك مع ما تشهده البلاد من خلافات سياسية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة واحتجاجات واسعة في محافظات الجنوب التي توجد فيها فصائل مسلحة يقول مراقبون انها مدعومة من قبل طهران واقع يفتح الباب امام دخول العراق في دوامة فوضى جديدة موقف يخضع الى محددات كثيرة لعل اهمها تلك التي تتعلق بطبيعة العلاقة بين القوى السياسية الحاكمة في بغداد وارتباطها الوثيق بطهران وكذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين ومن هنا فان اراء تؤكد بان العراق سيلتزم اعلاميا كجهة رسمية مع الحصار اما على المستوى شبه الرسمي فان الاحزاب والميليشيات الموالية لايران والمتنفذة في العراق ربما ستدخل الخندق الايراني لمجابهة واشنطن في العراق اذا الوضع في العراق سيشهد مزيدا من التداخلات والتعقيدات فعراق اليوم ليست حكومة بغداد فقط والنفوذ الايراني باذروعه المختلفة داخل العراق ربما يفوق النفوذ الامريكي من باريس ينضم الينا الدكتور احسان الشمري المستشار في رئاسة الوزراء العراقية دكتور احسان اهلا بك ستلتزم بغداد كليا بالعقوبات الامريكية على ايران شكرا لكم على الاستضافة اهلا بك قضية العقوبات سبق ونعلن عنها رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي بان العراق بالضد من ناحية المبدأ من العقوبات التي تستهدف الشعب ولا تستهدف النظام لان طبيعة العقوبات اذا ما فرضت على اي من البلدان النظم لن تتأثر هنا يعني اتحدث عن الطبق السياسي لن تتأثر لكن في نفس الوقت على الرغم من انه قدم رؤية وتوصيف لكن في ذات الوقت يعني اعرب عن التزامه في قضية عدم التعامل مع ايران في قضية التبادل التجاري من خلال الدولار خصوصا وان العقوبات يعني لا تنطبق على العراق من ناحية التعامل مع ايران يعني قد يكون هناك حجم للتبادل الاقتصادي مثل ما اشار تقريركم وحجم هذا التبادل بالدولار نعم لكن سبق وان اصدر البنك المركز العراقي وعمم على المصارف العراقية عدم التعاطي مع ايران بالدولار وهذا التزام يعني خصوصا في هذا المفصل الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية اضف لذلك السفارة الأمريكية في بغداد تحدثت بان العراق لم يخرق العقوبات الى حد هذه اللحظة وهو يتعاطى على اساس اولا مصالحه والامر الاخر فيما يرتبط بسياسة التوازن في علاقاته الخارجية اذا انتم لا تخرقون العقوبات دكتور احسان الشمري يعني نواحظ ان لسا تمت قرار موحد الخارجية العراقية تتحدث عن موقف الرئيس فؤاد معصوم فؤاد معصوم تحدث عن موقف الرئيس حيدر العبادي تارنتان يتحدث عن التزام كامل وتارنتان يتحدث عن التزام جزئي يعني انا لا يمكن ان انكر ان هناك تباين لكن وفق الدستور العراقي اتحدث النصوص الدستورية تعطي لرئيس الحكومة العلوية من ناحية رسم السياسة العليا للبلاد هنا اتحدث التنفيذية على مستوى الملفات الداخلية وحتى الخارجية منها وهذا بالتالي يضعنا هنا باتجاه ان حديث وموقف ورؤية وتوصيف الدكتور حيدر العبادي لها العلوية يعني من الناحية الدستورية وبالتالي لا يمكن لمؤسسات الدولة الاخرى ان تمضي خلاف رؤية رئيس الحكومة يعني سواء كان الدكتور حيدر العبادي الذي نتحدث عنه في نهاية عمر الحكومة وحتى بالنسبة لرئيس الحكومة القادم مؤسسات الدولة تلتزم بما يدفع به رئيس الحكومة من مواقف وهذا بكل الاحوال لا يمكن القفز عليه يعني قد تصدر بعض التصريحات من قبل بعض المسؤولين لكن لا أتصور بأنها قد تعبر بشكل كامل عن الرؤية النهائية لرئيس الحكومة طب هنا في هذا الاتار دكتور إحسان كيف ستحلون التشابكات الكبيرة في العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران الموضوع سيدي هو هناك فريق عمل يعني من عند خبراء هنا تحدث مستشارين اقتصادين لرئيس الحكومة أضف إلى ذلك الوزارات ذات العلاقة مع البنك المركزي العراقي هذا بكل الأحوال يعني يهيئ ستراتيجية لطبيعة التعاطي فيما يرتبط بالعلاقات التجارية والأهم في هذا التعامل بالنه والتعاطي أنه لن يتم التبادل على أساس الدولار وهذا أنا أعتقد أنه لا يعد خرقا للعقوبات الأمريكية ويبدو أن إيران متفهمة بشكل كبير يعني مثلما كانت قد تفهمت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أمريكا تقدر حساسية العراق وأيضا طبيعة علاقاته التجارية بالتحديد أنا من وجهة نظري أن الأهم أن يستمر هذا المنهج يعني القبول بمنهج الدكتور حيدر العبادي كحالة وسط يعني دكتور فيما يتعلق بالتقدير للحساسية والعلاقة ما بين العراق وإيران الرد الأمريكي كان بالأمس واضحا على كل ما يسعى إلى وحاولته خرق هذه العقوبات وواشنطن بوست الصحيفة الأمريكية ذكر ذلك تحديدا فيما يتعلق بالعراق والانتقادات أود أن أذكر أيضا أن أنت ذكرت أن هناك تفاهما إيرانيا لموقف العراق على ضوء العقوبات رغم أن هناك انتقادات داخل إيران للموقف العراقي المعلن التزاما بالعقوبات يعني صدرت هذه الانتقادات واطلعنا عليها من خلال الإعلام لكن لم يكن شيئا رسميا بالتحديد يعني هناك تعاطي ما بين الحكومة العراقية وأيضا الحكومة الإيرانية لكن بكل الأحوال قد تكون هذه رسائل حتى ولم تكن بشكل رسمي يعني إيران تعاني الآن من أزمة اقتصادية خانقة وهي تنظر إلى العراق يعني خصوصا في قضية العقوبات على أنه يمكن أن يكون مرتكز لها لكن العراق يقدم مصلحته العليا هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة العراقية وحتى في قضية المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وأيضا ما دفعت به بعض وسائل الإعلام الأمريكية أنا مرة أخرى أعود بأن العراق وفق ما تحدثت به السفارة الأمريكية في العراق في العراق نعم لم يخرق العقوبات الأمريكية إلى حد هذه اللحظة خصوصا وأن طبيعة التعاملات ما بين العراق من جهة وما بين إيران من جهة لم تنص عليها العقوبات فقط فيما يرتبط بالدولار والعراق سيكون ملتزما في هذا الجانب دكتور إحسان تبقى معي لنود أن نستعرض الحركة التجارية ما بين العراق وإيران التي شهدت تطورا كبيرا خلال العقد الأخير بعد انقطاع دام لعقود بحسب ما أعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زادة زادة بينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 مليار دولار سنويا منها 6 مليارات ومئتا مليون دولار صادرات سلع غير نفطية إيرانية إلى العراق أشار إلى أن صادرات إيران إلى العراق تضاعفت 17 تبرة خلال العقد الأخير لافتا إلى أن قسم كبيرا من صادرات إيران للعراق يصل إلى حوالي 40% يتضمن الخدمات الفنية والهندسية والسيارات والمواد الغذائية دكتور إحسان الشمري المستشار في رئاسة الوزراء أعود إليك بسؤال هنا يبدو أن العراق يخسر هل من تقدير الخسائر العراقية؟ وهناك حديث أن تتراجع مستويات السياحة الدينية للمراقد في كل منها النجف وكربلاء نعم هذه أول الإشارات فيما يرتبط بالخسار العراقية يعني بعض القبراء الاقتصادين قدروا خسائر السياحة الدينية بعدة مليارات من الدولارات وهذا يعني شيء يمثل أيضا ارتدادات سلبية على مستوى الموازنة العراقية إذن خفض عدد السائحين الإيرانيين من آلاف إلى أربعمائة سائح في اليوم الواحد وهذا أدنى مستوى لذلك ستكون هناك انعكاسات كبيرة جدا على مستوى هذه العقوبات يعني خصوصا على مستوى الواردات العراقية وبكل الأحوال رئيس الحكومة وضع عدة خيارات في هذا الجانب لذلك كانت زيارته إلى تركيا هي أحد الخيارات فيما يرتبط بمحاولة إيجاد منافذ أخرى في قضية التنمية الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى الملفات يعني ما يرتبط والاطلاقات المائية والطاقة الكهربائية لأن إيران أوقفت تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية خصوصا ما بعد التزام العراق بقضية عدم التعامل فيها الدولار لذلك هناك تعامل وخيارات عدة تدرسها الحكومة منها زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تركيا لماذا لم يزر رئيس الوزراء إيران؟ هي لم تكن على أجندات الزيارة خصوصا وأن قضية تركيا سبق وأن تم الإعلان عنها وبالتالي ارتبطت بشكل كبير على مستوى التظاهرات بالتحديد خصوصا وأن الحكومة الآن بدأت بتنفيذ المستوى المتوسط خصوصا الذي يرتبط بالطاقة الكهربائية والصحة والاطلاقات المائية يعني من أولوياتها زيارة إيران لم تكن على أجندة رئيس الحكومة العراقية مثل ما دفع البعض ولو كانت هناك زيارة يعني جرى الحديث دكتور إحسان عن زيارة جرى الحديث أنه كانت هناك زيارة مقررة إلى إيران من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي والغيات وقيل أن هذا الغاء يعبر عن انزعاج إيران من العراق لم يعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي ذلك يعني لم يعلن على الزيارة ولهذا لا يمكن المضي مع بعض الدفوعات الإعلامية هنا لا تحدث عنك سيدي وقناتك نعم بلا شك ولكن أنا قرأت كثيرا من هذه نعم قرأت الكثير وسمعت الكثير وحتى نقشت بعض المؤسسات الإعلامية من خلال الاستضافات لو كانت هناك زيارة لتم الإعلان عنها بشكل مباشر هذه النقطة وضحت ومسبق لكن لم تكن مقررة على جد الأعمال طب دكتور إحسان في إعلان حيدر العبادي رئيس الوزراء التزامه بالعقوبات الأمريكية على إيران ألا يعني يجازف هنا هناك ربما البعض يتسأل ألا يعني يجازف بمستقبله السياسي العديد من المكونات السياسية توجه انتقادات إلى الرئيس العبادي وفي وقت يرون فيه أن إيران مدت يد العون إلى العراق وساهمت في دحر تنظيم الإرهابي داعش سبق وأن أشار رئيس الحكومة في مؤتمره الأخير الصحفي الأخير بالتحديد إلى أنه لن يمضي مع منصب أو ولاية ثانية يمكن أن تلحق ضررا بالشعب العراقي وبالتالي أعلن صراحة بأنه يقدم المصلحة العليا للعراق وهذا جزء من الإشكالية الحالية يعني هنا لا أتحدث عن رئيس الحكومة الحالي الدكتور حيدر العبادي أتحدث عن بعض القوى السياسية التي تربطها علاقات مع إيران كيف لها وهي تدفع بشكل حثيث لمرشح لرئاسة الوزراء كيف لها أن تتعاطى مع العقوبات الأمريكية لذلك هذه القوى السياسية هي في موضع حرج جدا خصوصا وأن الالتزام بالرؤية الإيرانية من قبل جهات سياسية داخلية هذا سيكلف العراق كثيرا لذلك الآن نرى بأن الثقة التي توليها كل من أمريكا وحتى إيران والقوى كافة إلى نهج وشخصية الدكتور حيدر العبادي يجب أن تستمر على أقل تقدير لاستمرار سياسة النائب النفس والحياد وأفهم من قولك دكتور إحسان كأن هذه العقوبات والإعلان على راقب الالتزام بالعقوبات الأمريكية ربما أعطت فرصة جيدة لكي يكون هناك توافق على شخصية رئيس الوزراء المقبل وهو حيدر العبادي بمعنى أن أعطته دفعة جديدة للبقاء في منصبه لأن زعماء الكزل والمكونات السياسية ربما لا تقضي هذه أو سأضحها في صورة مختلفة قد لا تراهن وهي تمتلك علاقات قوية جدا مع إيران ومتوقع منها أن تساند الموقف الأمريكي الإيراني ضد الموقف الأمريكي لم يؤشر على الدكتور حيدر العبادي بأنه استغل المواقف السياسية باتجاه كسب بزيد من النقاط على المستوى السياسي وحتى على المستوى الحالي حينما نتحدث عن الولاية الثانية على العكس أنا أجد بأن الدكتور حيدر العبادي يمضي باتجاه المصلحة العليا للعراق حالما توجد مصلحة العليا للعراق يتوجه في هذا الجانب هذا أولا الأمر الآخر قضية اختيار رئيس الوزراء هي محددات داخلية بالتحديد ومن خلال الكتلة الأكبر وبالتالي نعم الكتلة الأكبر وهذا ما يسعى إليه الدكتور حيدر العبادي بالإضافة إلى بعض المنافسين الآخرين أما أن يكون رئيس الوزراء برسم الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أن القرار الآن هو عراقي خصوصا في ظل توجهات بعض القوى السياسية نحو استقلالية هذا القرار وسياديته بما أن الرئيس حيدر العبادي رئيس الوزراء نتحدث إن حازة لسيادة العراقي ومصالحه ألا يخشى أيضا الدكتور إحسان أن يتحول العراق إلى الساحة أو أرض خصبة لصراع أمريكي إيراني على ضوء الموقع التطورات الأخيرة فيما تعلق بالعقوبات الأمريكية هناك خشية في هذا الموضوع لكن مرة أخرى نعود على أن قدرة الدكتور حيدر العبادي على جمع المتضادين هنا نعود إلى الوراء يعني إلى أيام الحرب على تنظيم داعش شخصيات ومنهج ودكتور حيدر العبادي استطاعت أن تجمع الأضداد إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وكان هناك يعني تعاون حتى وإن كان منفصل لكن أشكرك لم يكن هناك صدام ما بين الطرفين على مستوى الأرض العراقية هذا سيستمر من وجهة نظري خصوصا إذا ما استمرت سياسة الحياد والنائب نائب نفسي وأيضا النعم نعم أشكرك وضحت أسورة شكرا لك دكتور إحسان الشمبري المستشار في رئاسة الوزراء العراقية جدل مساواة الميراث في تونس هذا الملف بعد الفاصل جدل مساواة الميراث بين الرجل والمرأة إلى الواجهة مجددا في تونس الجدل برزا في الأونة الأخيرة عقب دعوة أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تضمن ضرورة إجراء مراجعات قانونية للمساواة في الميراث هذه الدعوة تلقفتها أطراف سياسية واجتماعية عدة في البلاد لتبني عليها نشاطا يستهدف إقناع المجتمع التونسي بهذا المشروع مقابل أصوات رافضة ومعارضة بشدة تتنوع أسليب التعبير عن الرأيين بين الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي المسألة برأي مراقبين وبقدر ما تعبر عن حقوق أساسية تعبر عنه من حقوق أساسية إلى أنها أيضا ربما تعبر عن صراع سياسي في سياق تونس ما بعد الثورة عمر المجالي تابع الجدل حول هذا الموضوع ومقترحات لجنة الحريات الفردية وكذلك المسواة في تونس الآن ربما تحول هذا الأمر إلى مشروع قانون سينظر إليه في مجلس الشورى التونسي وتتنوع الأراء والمواقف منهم بين مؤيدا له ومعارضا لأسباب عنده ومتنويا عمر إذن هذا جدل اليوم هو الدائر في الشارع التونسي نعم طارقني فورا كان هناك الجدل ما بين المعارض وما بين المؤيد المؤيد ذهب بالتأكيد بأن الرئيس الباجي قائد سبسي يريد تونس دولة مدنية وأن تكون تشريعات هذه الدولة تطابق دستور تونس نستعرض أهم الآراء مقترح يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث هذا ما تحدث به الرئيس التونسي الباجي قائد سبسي السبسي أكد أن الدستور هو مرجعية الدولة السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة اقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكنه أشار إلى أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك ردود أفعال متضاربة بين أحزاب النهضة ونداء تونس ما بين القبول والرفض حول مقترح الرئيس انعكست أيضا هذه الردود على العديد من الجمعيات فكان الشارع كالعادة مقصدا لألاف التونسيين الذين احتشدوا أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير لجدل قوبل هذا الاحتشاد بتظاهرة في العاصمة تونس تأيدا للمساواة بين الجنسين وانتقل الجدل حول تصريحات الرئيس التونسي من الشارع إلى العالم الافتراضي حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الهاشتاغات التي عكست انقساما واضحا في آراء التونسيين النقاش لم يقتصر على تونس بل ضم مغردين وكتاب وهيئات دينية من دول عربية أخرى مؤسسة الأزهر دخلت على الخط وأعلنت موقفا معارضا لمبادرة الرئيس التونسي وكيل الأزهر عباس شمان قال إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم معكام الشريعة تصريحة وكيل الأزهر لاقت استهجانا في تونس ممن اعتبروا بأن الموضوع شأن داخلي وخط أحمر أطراف سياسية دهبت إلى قراءة إعلان الرئيس التونسي من مغزى التوقيت فمنهم من دهب إلى أن توقيت طرح مثل هذه المقترحات أمر له دلالة وليس ببعيد عن هواجس بعض الأطراف من نتائج انتخابات 2019 لذا هم يحرصون على تسجيل نقاط سياسية والعمل على كسب ثقة بعض فئات المجتمع قبل هذه الاستحقاقات لكن على الطرف الآخر من يقف من هذا المقترح في إشارة إلى أنه حق من حقوق الإنسان والتي هي كلها وحدة واحدة لا يوجد توقيت محدد لمنحها للناس نعم طارق آراء متضاربة والآراء أيضا وردود فعل دولي على رأسها الأزهر الذي استنكر مثل هذا مقترح وأنه يعارض الشريعة الجدل بين الأحزاب السياسية المتنوعة في تونس وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين من يرى أنه يدفع قدما إلى الدولة المدنية ومنه تعد على النصوص الدنية التي لا يجوز أن يكون كاجتهاد في النص سند بلا فاصل قصير ثم نعود إلى نقاش جدل المساواة بالميراثي بين الجنسين في تونس إذن للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا من تونس السيدة ليلة الشابي رئيس الجمعية ارتقاء سيدة ليلة أهلا بك عبر قناة المملكة أين وصل النقاش بالنسبة لمضامين لجنة الحريات الفردية والمساواة وخاصة فيما تعلق المساواة في الميراثي بين الجنسين سيدة ليلة سيدة ليلة هل تسمعين لي شكرا على نسمع نسمع فيك نسمع فيك تفضلي أرجوك نسمع فيك مرحبا وشكرا على الاستضافة أين وصل النقاش النقاش كبير كبير وتوسع داخل الأوساط وداخل الشرائح الاجتماعية الكل وحتى الأوساط السياسية في تونس الناس الكل تناقش في تقرير لجنة الحريات لا ما عادش فهم صوت ما عادش فهم صوت ما فهمش صوت أنا أسمعك سيدة ليلة ما فهمش صوت سيدة ليلة هل تسمعيني يبدو أن هناك خلل من تونس بما تعلق من الصوت ربما سنعود إلى سيدة ليلة الشاب رئيسة جمعية ارتقاء أني أني نسائية لحين تمكن من الصوت من المصدر وأن يكون لدينا جودة فيما يتعلق به سنذهب إلى فاصل قصير من جديد ثم نعود أعود من جديد إلى تونس معي السيدة ليلة الشاب رئيسة جمعية ارتقاء النسائية سيدة ليلة أتمنى أن تكون هذه المرة تسمعينني وأن أعذر أن الصوت انقطع وكنت أشرت إلى النقاش كبير فيما يتعلق في الموضوع المسواة في الميراث بين الجنسين في إطار مضامين لجنة الحريات الفردية لكن النهضة لديها موقف مختلف من هذا الأمر سعى نحب قبل كل شي نحط الموضوع في إطاره تفضلي هو هو اللغط والاختلاف الكبير على التسوية في الميراث من بين المقترحات التي خرجت بها اللجنة بعد الاشتغال عليها مدة سنة وبعد انفتاحها على عديد الدوائر وعديد المختصين والأكاديميين والاستئناس برأيهم خرجت المقترحات هذه ليست قوانين هي مقترحات وقدمتها إلى رئاسة الجمهورية وسيد رئيس الجمهورية من التقرير كامل سيأخذ مقترح التسوية في الميراث وسيتوجه به إلى المجلس التشريعي بالنسبة للموضوع كما قلت لك نحب نحطه في إطار المبادرة هذه ما جيت من فراغ هذه عندها مشروعية عندها أربعة مشروعيات سيدتي أنا أسمعك يا سيدة ليلى كل عادة كل عادة يبدو أن أنا واجه بعض القضايا التقنية من المصدر نعتدر عن مواصلة هذا اللقاء لتكرار انقطاع الصوت من المصدر سنكلم العاشرة هذه المرة سننتقل من تونس إلى المرة لتعذر استكمال اللقاء مع تونس للخطاء الفنية من المصدر يبدو أن الأنروة تجاوزت الأزمة بقرارها اليوم بدء العام الدراسي في موعده المقرر نهاية الشهر الحالي لكن النفق المظلم لا يزال طويلا فالضائقة المالية التي تعيشها وكالة هوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مستمرة الأرقام تشير إلى أن الأموال المتوفرة لدى الوكالة ستكفي عملياتها حتى نهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل فقط وتقول أيضا أنها بحاجة إلى نحو 217 مليون دولار إضافية لضمار استمرار فتح المدارس حتى نهاية العام الحالي البلدان المضيفة كما تقول الأنروة لفتت الأنظار مرارا وتكرارا إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي إذا لم يكن هذا هو الحال منذ أن قررت واشنطن خفض مساعداتها لوكالة غوتي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتهديد يتصعد ليطال مناطق عمل الوكالة الخمس في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية والأردن الأنروة بدورها أطلقت مناشدات وتحذيرات واسعة بشأن مصير أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني وعمدت إلى إطلاق حملة بعنوان الكرامة لا تقدر بثمن بهدف جمع التبرعات التهديدات لا تتوقف عند قطاع التعليم إنما تمتد لتشمل قطاعي الصحة والتشغيل بحسب مدير عمليات أونروا في الأردن في ظل العجز المالي الذي وصل إلى 217 مليون دولار لهذا العام ويضم الأردن 171 مدرسة موزعة في 13 مخيما في أنحاء المملكة وجامعة واحدة تدرس طلابها مجانا وكليتين مجتمع تدرسان كذلك بالمجان ومركز تدريب مهني واحدا تتبع كلها للأونروا ويدرس فيها قرابة 123 ألف طالب وطالبة وتبلغ كلفة الطالب الواحد في المرحلة الإعدادية نحو 800 دولار أمريكي وفي القطاع الصحي تمت 14 مركز صحيا تابعا للأونروا في الأردن يقدم خدماته للاجئ الفلسطينيين بالإضافة إلى عشرة مراكز تهتم بالبرامج النسائية وعشرة مراكز تهتم بإعادة التأهيل كما تقدم الأونروا المساعدات المالية لأكثر من 60 ألف لاجئ من خلال 8 مراكز لتوزيع الأغذية ويضاف إلى قائمة المستفيدين من خدمات الأونروا في الأردن جميع الكوادر العاملة في مكاتب ومراكز ومدارس الوكالة والذين باتوا على مرمى حجر من تهديدات الأزمة المالية حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رمالة السيد سامي بشعش عد ناطق الرسمي باسم الأونروا سيد سامي أهلا بك بداية العام الدراسي سينطلق في موعده هذا ما أكدت عليه اليوم الأونروا كيف تدبرتم الأمر بشق الأنفس القرار لم يكن سهلا لاتخاذه لمعرفتنا الكاملة بالجوانب المالية المتعلقة بهذا القرار أنت تتحدث عن 711 مدرسة ينضوي تحت قبابها ما يقارب من 525 ألف طالب وطالبة ويطلقون تعليمهم من 22 ألف معلم ومعلمة وبالتالي هذه تكلفة كبيرة وأمام عز مالي كما ذكر تقريركم بمقدار 217 مليون دولار هذا مبلغ كبير بالنسبة للوكالة وكما يعرف السادة المشاهدين عبر قناة المملكة الغراء بدأنا هذا العام بعز قارب نصف بليون دولار أطلقنا حملة مالية الشريسة لجسر هذه الهوة واستطعنا خلال الأشهر القليلة الماضية وبدعم مميز من الدول المضيفة ودعني هنا أقف وأشير إلى الدبلوماسية الأردنية المميزة التي أنقذت العام الدراسي في العام 2015 وهي تقف بقوة وثبات مع الأنروا في حجد الموارد المالية وطرق الأبواب لحث الدول على تقديم المساعدات الآن بالرغم من هذا النجاح بالرغم من حصولنا على 238 مليون دولار جديد إلا أننا لم نستطع تعويض الفاقد الكبير بعد حجب التبرعات الأمريكية بقيمة 300 مليون دولار العجز الكبير أمامنا 217 مليون دولار هو كبير مرتا أخرى ولكن المفوض العام اليوم في الجلسة الاستثنائية لهلائس الشرية في العاصمة الأردنية عمان اتخذ قرارا جريئا وصعبا جريئا لأن الإنسان الفلسطيني كما الإنسان العربي يقدس التعليم ومهم بالنسبة للطلب أن ينضو في مدارس الوكالة وكان هناك قلق شديد من أن تبدأ السنة الدراسية ولكننا مدركين تماما أن هذا القرار وتبعاته المالية تشكل أرق كبير لدينا لأن السيولة النقضية لدينا ستنفذ في شهر أيلول القادم بالرغم من كل محاولاتنا وبالتالي شهر أيلول سيكون حاسما بالنسبة لنا في هذا الموضوع يعني إذا لم تتدبر الأموال اللازمة والكافية حتى شهر سبتمبر أيلول المقبل ستغلق المدارس أبوابها لا ليست بهذه العلاقة التراضية لأن هناك أيضا خدمات حيوية أخرى للوكالة من أصل 217 مليون دولار 123 مليون دولار هي مطلوبة حتى نهاية العام لكي ندفع رواتب 30 ألف موظف وعامل لدينا 22 ألف منهم معلم ومعلمة في القطاع الصحي والإغاثي والإقراضي بالإضافة إلى التعليمي نحن نقول أن السيولة النقضية ستكون غير متوفرة بشهر أيلول مما يعطونا فصحة زمنية ضيقة وضيقة جدا لحث الدول التي تعهدت بمبالغ بدفع هذه التعهدات بسرعة وأيضا عدم الاستكانة إلى ذلك والتأكيد على ضرورة توسيع رقعة الدول المتبرعة الدول التي أعطتنا وسرعت من تبرعاتها لهذا العام معبدات العام ساعدتنا في الثبات حتى اللحظة وهذه الدول أعطتنا زيادة في تبرعاتها الآن نحن نطلب زيادة على الزيادة من هذه الدول وأيضا الدول التي أعطتنا مبالغ قليلة نريد منها أن تزيد من هذه التبرعات ونحن نتابع بعض من السياسات التمولية الجديدة سأأتي إلى موضوع سيد سامي سأأتي إلى موضوع سأأتي إلى موضوع السياسات التنموية أنت ذكرت أنكم طلبتنا زيادة هناك وعود جدية هذه المرة بأن تفي الدول المانحة بأموالها بأموال التعهد إلى الأنروا على ضوء الشروحات المتحددة والمؤتمرات وذكرت الدور الأردني في هذا الإطار لحاجة التأييد الدولي لدعم الأنروا والتأكيد الأهمية قضية اللاجئين نعم هي هذه الدول سرعت بتقديم تبرعاتها المعهودة زادت من هذه التبرعات ولكن مؤخرا بعض الدول تعهدت ولقاء اليوم كان مناسبة مهمة للتذكير بضرورة تسريع تعهدات سيكون لدينا لقاءات مهمة جدا في أروقة الأمم المتحدة في شهر أيلول بالتنصيق مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية وأيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة للتسريع بصرف التعهدات وأيضا لحث الدول التي لم تتبرع بالتبرع لأن الأشهر القليلة القادمة مصيرية بالنسبة لنا لا بل كذلك الحال فيما يتعلق بالعام المالي بالعام 2019 لأن التباشير أو المؤشرات آسف المؤشرات غير مطمئنة في هذا المجال كذلك إن لم تصل أموال التعهدات وأنتم بالكاد ستقومون بتدبير أمركم حتى نهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل كما ذكرت إن لم تصل هذه التعهدات الأموال اللازمة لسداد العجز أي القطعات الحيوية التي يمكن أن تتأثر سيد سامي لا نريد أن ننظر في هذا الخيار نحن كنا قد اتخذنا أجراءات تقشفية صعبة وقاسية وقد يتذكر مشاهدين قناة المملكة أن الوكالة أوقفت خدماتها الطارئة في الضفة الغربية بمجملها وخفضت من مستوى خدماتها الطارئة في قطاع غزة بالرغم من الحاجة لذلك وتم عدم تجديد عدد من العاملين على برنامج الطوارئ في غزة 113 في الضفة الغربية 154 ودعنا نتذكر أننا لم نجدد عقود عمال المياومة المئة في المملكة الأردنية لهاشمية قبل عدة أشهر وأيضا الخدمات الطارئة في سوريا أيضا تضرت وبالتالي ميزانية الطوارئ تأثرت تأثرا كبيرا ولكن الهدف الأساسي لأنه الآن أن نحمي خدماتنا العادية والأساسية تعليمية وصحية وإغاثية وسنحافظ على ذلك بشراسة ولهذا السبب أنا ذكرت السياسات التمولية الجديدة التي نسألها ليس فقط نريد حث الدول المتبرع على زيادة تبرعاتها ولكن أيضا نريد أن ننجز الاتفاق الذي نناقشه منذ أشهر في خلق وقفية خاصة أو إقامة وقفية خاصة عبر صندوق التنمية الإسلامي ومنظمة تعاون الإسلامي مخصص للأنروا وللاجئين الفلسطينيين وأيضا إتمام جهود مضنية منذ شهور مع البنك الدولي لخلق صندوق خاص أو إقامة صندوق خاص لدعم العملية التربية في الوكالة نحن لا نكل ولا نمل وأمامنا أشهر كان لدينا نجحات في الماضي ونأمل أن تكون لدى نجحات في المستقبل إن شاء الله طب قد يتدفع أضائق المالية أستاذ سامي الأنروا الاستغناء على المزيد من الموظفين أو قد تكون مضطرة أن تخفض بعض البرامج يعني نسعى بمرة أخرى وقد أكون أكثر بستخدم الشراسة ولكن سنسعى سامي لابد من خطط بديلة وأنت في هذا الوضع الحارج لا يوجد نعم لا يوجد هناك خطة با فيما يتعلق بخدماتنا العادية نحن نقيم ونقوم على هذه الخدمات منذ سبعة عقود وواجهنا أزمات مالية صعبة وإن كانت هذه الأسوأ ولكن القرار الأمريكي بحجب التبرعات الأمريكية كان صعبا ولكنه ليس قدرا محتوما لدينا 167 دولة تقف وراء الوكالة وتدعم وليتها وأردفت هذا الدعم بدعم سياسي ودعنا نتذكر أن الدول المضيفة والحكومة أردنيا على رأسي تقدم خدمات رديفة لخدمات الأنروا مهمة جدا وأن كنا نثقل على كاهل الحكومات المضيفة إلا أن هذه خدمات حيوية ولهذا السبب هذا الجهد المضاعف من قبل الدول المضيفة مع الوكالة لحث الدول العربية والإسلامية والغربية للتبرع على فكرة هناك أيضا الأبواب ليست مقفلة لهذا السبب أقول أن الأشهر قليلة قادمة حاسمة دول آسيا الوسطى بمساعدة تركية هناك أيضا تباشير في هذا الموضوع وكذلك الحال في ماليزيا أطلقنا حملة جمع التبرعات والصدقات وهي بدأت منذ يومين وهذه مهمة بالنسبة لنا بالإضافة أننا بانتظار نتائج حملات رمضانية في ماليزيا وأندونيزيا وتركيا وغيرها من البرامج أنا لا أحاول التهرب من الإجابة ولكن أقول أننا لا نريد أن ننظر في خطبة نريد أن نحافظ لكن المنطق يعتضي أنتم تقدمون خدمات حيوية تمس ألاف لاجئين والأعداد كبيرة جدا من اللاجئين في كل دول أو دول مضيفة للاجئين أن تقول ليس لديكم خطة بديلة خطبة هذا أمر ربما يصعب تفهمه لأن الوضع خطير جدا والخدمات مهددة نعم قد يكون هناك تأثيرات إلا إذا كنت لا تريد الإفساح والحديث بسرحة أكثر على هذا الموضوع لا لا بتات لا بتات أنا معجب بقناة المملكة وبإصراركم على الإجابة وأنا لا أحاول أن أتهرب بالعكس ما أريد أن أقول أنه لا يوجد لدينا خطة باب بمعنى أننا لا نريد أن نذهب في هذا الصياق لأن هذا الصياق خياره مخيف لخمسة مليون وثلاثمائة لاجئ فلسطيني نحن متفائلين بصراحة بالرغم من الصعوبات أنه سيكون هناك ردود فعل إن شاء الله إيجابية مع إدراكي مرة أخرى أن تداعيات الأزمة المالية على خدمات الطوارئ كانت صعبة وقد تكون أيضا صعبة إضافية صعوبة إضافية خلال الأشهر قليلة القادمة يعني هناك ربما من يسأل سيد سامي عن موضوع الدعم العربي الدعم الغربي هناك دول يعني بإمكانها دفع هذا المبلغ العجز التجاري أو العجز فيما تعلق الوكالة بـ 217 مليون دولار المبلغ ليس لا نتحدث عن مليارات في مقابل دعم عربي كبير وكذلك دعم غربي يعني بإمكان دولة واحدة ربما عربية أن تسد هذا العجز وتنقذ الأنروا وخدماتها من خطر الضائقة المالية يعني أنا لن أستطيع أن أضع نفسي مكان هذه الدولية هذه قرارات سيادية بالنسبة لها الدول تخصص ميزانيات للتبرعات للمؤسسات الدولية ونحن بين المزدوجين نتنافس مع أزمات عالمية معروفة للجميع ونتنافس ضمن نفس الحصة المخصصة لمساعدات الخارجية دعم الدول العربية دعم جيد ولكن بحاجة للارتقاء جامعة الدول العربية اتخذت قرارا يطلب من الدول العربية تخصيص 7.8% من ميزانية الأنروا العادية من ميزانية الدول العربية عبر جامعة الدول العربية ولكن للأسف مجموعة التبرعات العربية لا تتخطى الثلاثة في المئة مع أيضا إشارة أن الدول هذه تقدم مساعدات طيبة وطيبة جدا لخدمات الطوارئ ولكن نريد أيضا مساعدات ثابتة للميزانية العادية مؤخرا السعودية والإمارات وقطر قدمت كل منها 50 مليون دولار وهذا غير مسبوك نريد الارتقاء بهذه التبرعات وهذا لا يعني أننا نحاول أن نعرب الوكالة لأن 82% من إجمال ميزانية الأنروا تأتي من الدول الغربية والمتبرعين الغربيين ونحن لا نستطيع أن نقول لهم أن تبرعات غير كافية هي بنسبة لهم أعلى من المستويات التي تقدم لمؤسسات إنسانية ودولية أخرى لأن أيضا التابعات التخلي عن الأنروا ستكون كبيرة وخطيرة جدا على مستوى اللاجئين الفلسطيني وكذلك على الدول المضيفة وعلى الإقليم ككل سأسألك سؤال مباشر أنت قلت تستطيع التنافس مع الزمانات المالية لكن ألا تعتقد أن بعض بدأ يتماهى مع السياسات الأمريكية التي حجبت التبرع المساعدات عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لا لم نرى ذلك بالعكس وهذا ما أردت أن أقول أن هذه الدول التي كانت تتبرع لنا بمبلغ معين زادت من هذا المبلغ ونحن الآن نطالبها بأن تزيد على الزيادة وهناك أيضا مؤشرات أنهم سيزيد على الزيادة محاولات تجفيف موارد الوكالة ومحاولات إضعاف الوكالة لا بل إنهاء خدمات الوكالة هذا حلم رود العديد من البحاثة ومراكز الضغط واللوبيات في إسرائيل وخارج إسرائيل وكان هذا المحاولات في تشكيك في نزاهة الوكالة وحياديتها وبرامجها وموظفيها ودورها وأنها تديم أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين هذه المحاولات في السابق كانت على الهامش وكانت أصوات نشاز تعتبرها الآن للأسف أصبحت أصوات فاعلة ومؤثرة في القرار وكان لها تأثير مباشر على قرار على صوت وقرار الإدارة الأمريكية في حجب الأموال ولكن أمام هذا الواقع هناك واقع آخر مضاد وأيضا فعال بوجود عشرات الدول وتتخطى المئة وسبعين دولة مئة وسبع ستين دولة تقف بثبات وراء الوكالة سياسيا وترفض هذا الدعم بدعم مالي قد يكون غير كافي ولكنه وهذا ما نصبه الآن لعملهم وأزمة الوكالة السياسية نعم ولكن أيضا أزمة الوكالة حاليا هي أزمة وجودية ولكن أيضا الوكالة ليست تبايع هناك دعم كبير للوكالة أزمة وجودية أستسامي لدي أقل من دقيقة أزمة وجودية تشعرون أن الإدارة الأمريكية هذه المرة جادة في تصفية الأونروا تصلكم معلومات معطيات في هذا الإطار إلى الأونروا ليست في هذا الإطار هناك مطالب من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالإصلاحات وآلية الصرف ونحن قدمنا كل المعطيات المطلوبة في السابق كانت تقييم الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن الوكالة هي من أكفاء المؤسسات الدولية وبالتالي نستغرب هذا القرار الآن أمام تقدير للموقف وإعجاب كبير بالوكالة على مدى عشرات السنين من الإدارات الأمريكية متعاقبة نحن نقول أن ما زلنا نأمل أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تعد النظر في قرارها لأن الوكالة عنصر استقرار أساسي في المنطقة وهي بارقة الأمل الوحيدة لخمسة مليون اللاجئ وثلاثمائة أستاذ سامي مشاشع ناطق رسمي باسم الأنرو شكرا جزيلا لك بهذا نأتي إلى نهاية العاشرة أشكر لكم حسنا متابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر